مرحبا بكم في هذا التدريب عبر الانترنت والمتعلق بإدارة ورصد مشاريع برامج التعاون عبر الحدود أولا نريد أن نهنيأكم بنجاح مقترح المشروع الذي أعدتمه ابتداء من الآن سوف يوفر لكم البرنامج الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف مشروعكم ومع ذلك ولتحقيق هذه الأهداف سوف تحتاجون إلى إرساء إدارة سليمة ونظام رصد فعال هذا بالتعاون مع شركائكم هناك عدد من الأشياء يجب القيام بها منذ بداية المشروع فالبداية الجيدة للمشروع أمر أساسي لنجاحه وأثناء مرحلة التنفيذ ستحتاجون أيضا إلى مراجعة تخطيط أنشطة المشروع والإطار المنطقي وإلى إرساء نظام فعال للرصد والمتابعة وتأكدوا أيضا من تقديم التقارير في الوقت المطلوب دعونا نرى كيف يشتغل شركاء المشروع أميرة وبدر وكارلة على هذا الأمر مرحبا أميرة مرحبا بدر لدي أخبار جيدة لقد تم توقيع العقد الآن وكما تعلمون لقد تم إضافة بعض تعديلات على مقترح مشروعنا إترى مسائل تفضيحات سوف أرتل لكم العقد مرفقا بأحدث نسخة من المشروع هل يمكننا الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لإطلاق المشروع؟ الخبر صر من الفعل وأخيرا لقد مر عام تقريبا منذ أن طورنا مقترح المشروع لنعقد الاجتماع ولكن ماذا سيكون على جدول الأعمال؟ تذكروا أن مسؤولية المستفيد الرئيسي هي ضمان رؤية المشتركة حول ما يجب على المشروع تحقيقه وغالبا ما تكون هذه الرؤية المشتركة واضحة خلال فترة تطوير المشروع ولكن يجب التأكيد على هذا الأمر خاصة عند بدء تنفيذ المشروع فمن الممكن أن يكون بعض الأشخاص قد تغيروا أو أن نجد بعض الشركاء لم يكونوا جديين في إعداد المشروع ويمكن أيضا أن يكون المقترح قد عدل خلال فترة التعاقد وبالإضافة إلى ذلك يجب على المستفيد الرئيسي تأكد من أن جميع الشركاء يفهمون بوضوح قواعد المشروع كقواعد أهلية التكاليف مثلا وقواعد عمليات الشراء وقواعد البروز إن تواجد جميع الشركاء في اجتماع إطلاق المشروع أمر ضروري لبناء الفريق وهو أيضا طريقة جيدة لتشجيع التملك المشترك للمشروع هذا بالإضافة إلى الاتفاق حول أحكام عقد المنحة وكيفية تطبيق اتفاقية الشراكة يسمح هذا الاجتماع بالتحقق من أن الشركاء يتقاسمون نفس الفهم للنتائج المتوقعة للمشروع استعراض الأنشطة والنتائج المتوقعة والمؤشرات والافتراضات مراجعة وتأكيد الأدوار والمسؤوليات الدقيقة لكل منظمة شركة الاتفاق على الالتزامات وإجراءات الرصد وتقديم التقارير ضمان فهم مشترك للميزانية وللالتزامات والتدفقات المالية والتكاليف المؤهلة الاتفاق على التواصل الداخلي والخارجي مراجعة خطة العمل والموافقة على الخطوات التالية وأخيراً تعيين منسق عام للمشروع والتوزيع المهام والمسؤوليات على جميع أعضاء الفريق الكثير من النقاط على جدبل أعمالنا أولاً نحتاج إلى وعي جيد داخل مؤسساتنا بأننا بسطة تنفيذ هذا المشروع وخاصة على مستوى أصحاب القرار في إدارتنا ونحن نحتاج أيضاً إلى التعيين الرسمي كمديرين للمشروع كما ينبغي أن نحدد من سيتعامل مع الجوانب المالية للمشروع ربما يمكننا إشراك المديرين الماليين في اجتماع إطلاق المشروع وإطلاعهم على قواعد برنامجي فكرة جيدة فبالإضافة إلى العقد ستكون لدينا ترجمة للنسخة الأخيرة من مخترح المشروع مما سيسهل علينا رفع مستوى الوعي بالمشروع وبقواعده داخل مجلسنا الجهوي أميرة سوف أشاركك الترجمة شكراً بادر أما الآن وبعد توقيع العقد هل يمكننا البدء في الأنشطة؟ كونوا حذرين فغالباً لا يتطابق تاريخ بدء المشروع مع تاريخ توقيع العقد وقد يكون الفارق عدة أشهر أحياناً ولذا تأكدوا من أن جميع الشركاء على دراية كافية بهذه النقطة فأي نشاط ينجز قبل تاريخ البدء المنصوص عليه في العقد يعتبر خارج التكاليف المؤهلات في بعض البدان الشركة سيتطلب المشروع أيضاً إجراءات تسجيل على الصعيد الوطني إجراءات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لبدء المشروع حسناً لنرى الآن ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات الإضافية وإذا كان الأمر كذلك سيتعين علينا إبلاغ البرنامج أو طلب ترخيص منه في أقرب وقت ممكن يجب علينا مراجعة افتراضات مشروعنا ومعرفة ما إذا ظهرت أي مخاطر جديدة لنضع هادفه مصفوفة ألحدث أي تغير في العوامل الخارجية للمشروع أو في منظماتكم منذ سياغة الاقتراح؟ كل الافتراضات السابقة لا تزال صالحة ولكن تم توقيع عقد المنحة بتأخير عما كان متوقعاً وكنتيجة لذلك ارتفعت أسعار المعدات والخدمات التي سيتم شراؤها بشكل طفيف لقد حدست أيضاً بعض التغيرات على القوانين واللوائح الخاصة بحماية المياه ولكن هذا أمر إيجابي يمكن أن تؤدي مناقشة سياق المشروع بين الشركاء إلى اتخاذ قرارات لتعديد تخطيط المشروع كإعادة تخصيص الموارد مثلاً أو تغيير تقسيم المهام بين الشركاء إن لزم الأمر كل هذا ممكن طالما أنه لا يغير أهداف المشروع ولا تعترض عليه سلطة الإدارة أو الأمانة الفنية المشتركة اعتماداً على شروط عقدكم وحتى إذا لم يطرأ أي تغيير كبير على السياق الخارجي للمشروع يجب عليكم التحقق من أن جميع الشركاء لا يزالون قادرين على تنفيذ الأنشطة التي تعود لهم كما خطت له فربما قد غادر بعض الأشخاص المنظمة أو أصبح الوضع المالي للمنظمة أضعف من قبل ومن المهم أيضاً إجراء هذه المراجعة بشكل منتظم أثناء مرحلة التنفيذ وخاصة قبل تقديم التقارير إلى البرنامج وبما أن سياق المشروع لا يزال يتطور سوف تحتاجون لتكييف الأنشطة لتحقيق النتائج المخططة لها بعد التعديلات الأولية حان الوقت لإعداد نظام رصد جيد يمكنكم من تتبع تقدم المشروع من حيث استخدام الموارد، تنفيذ الأنشطة، إنجاز المخرجات، تحقيق النتائج وإدارة المخاطر أنتم الآن بحاجة إلى تجميع منهجي ومستمر وتحليل واستخدام معلومات الإدارة على مستوى كل شرك وعلى مستوى المشروع ككل وذلك لدعم عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبصورة فعالة قد تكون وصفتم أنشطة الرصد في مقترح مشروعكم وقد تكون أيضاً خططتم بالقيام بتقييم للمشروع ينظر التقييم في سبب تحقيق أو عدم تحقيق النتائج المتوقعة في حين أن الرصد يعطي في الغالب معلومات عن وضعية المشروع في أي وقت وحتى لو لم تخططوا الإجراء تقييم في مقترحكم فيمكنكم القيام به أثناء مرحلة التنفيذ ومعرفة المزيد عن بعض الجوانب الهامة لنجاح المشروع أرى أننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كنا نسير على الطريق الصحيح وليس فقط بالنسبة للجزء الذي تقوم به كل منظمة ولكن بشكر عام لقد قمنا بتحديد مؤشرات مشتركة في الإطار المنطقي لمشروعنا وسنتولى إلى رصد قيمتها الحالية بانتظام ما الذي نحتجه أيضا؟ وكيف يمكننا تنظيم تجميع المعلومات المفيدة وتحليلها والإبلاغ عنها؟ حسناً نحن بحاجة إلى نظام معلومات الرصد لتوفير معطيات موطوقة ودات السلطين وتصلنا في الوقت المناسب يمكننا استعمال أداة المعلومات المشتركة على الأنترنت تتضمن مراقبة المواعيد النهائية والأنشدة والمخرجات والمؤشرات باستخدام برامج إدارة المشروعات المتاحة مثل Basecamp أو Slack ويمكنني أيضاً أطلب من خبراء الحاسوب عندنا إمكانية إنشاء لوحة بيانات مشتركة للمشروع ويجب أيضاً أن نتأكد من أن هذا يجمل المعلومات الأساسية التي يطلبها البرنامج نظام الرصد الخاصة به مما يمكنني من الإجابة على أي سؤال نطرحه البرنامج حول تقدم المشروع وسأرسل لكم نمور جداول الرصد التي يتوجب تحيينها على أساس مستمر وكل شهر على الأقل هل توافقون على هذا؟ معك حق يا كارلا وسيكون من الأفضل أن نقوم بتحيين المعلومات مباشرة بعد كل حدث أو نشاط يجب أن تكون المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات الرصد مجازة مع سرد قصير للغاية فالفكرة هي تجنب الوصف الدقيق للأنشطة والتركيز فقط على ما يعنيه ذلك بالنسبة للتقدم المحرز أو مدى احتمال تحقيق نتائج المشروع ولمزيد من المعلومات حول محتوى نظام الرصد والأدوات المتاحة ألقوا نظرة على التوجيهات المكتوبة أنا مع توفير معلومات منتظمة للرصد ولكن ما الفرق بين الرصد وتقديم التقارير؟ أولاً نظام الرصد هو في المقام الأول أداة لمعرفة ما يجري وهو يعطينا القدرة على استجابة وعلى اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وهو يوفر أيضاً معلومات مفيدة لتقديم التقارير إلى هيئة البرنامج أما بالنسبة لتقدير التقارير إلى البرنامج فهو بالأساس التزام تعاقدي يستند إلى نماذج متطلبات البرنامج ويتضمن التقرير السردي للبرنامج المزيد من الوصف لأنشطة المشروع والمخرجات والنتائج ويجب أن يثبت أيضاً أهلية التكاليف المدرجة في التقرير المالي كوصف استخدام المعدات التي تم شراؤها والمهام التي يقوم بها الأشخاص في المشروع على سبيل المثال كما يجب أن يشرح التقرير السردي أي تأخير أو تغيير لخطة العمل وكيف يمكننا النجاح في إعداد هذه التقارير بسلاسة؟ ربما ينبغي لنا أن نجعل تجميع المعلومات اللازمة جزء من روتين العمل لدينا؟ بالتأكيد خاصة ملء الجداول الزمنية لكل موظف شهرياً وكتابة محاضر جلسات الاجتماعات المشروع بشكل منهجي وإعداد تقارير المهامات أو جمع التوقيعات على قوائب المشاركين والتقاط الصور أثناء الفعاليات وجميع المستندات التي يمكنها توضيح أنشطة المشروع وتبرير التكاليف في مشروع السابق تم اعتبار بعض التكاليف غير مؤهلة لأننا لم نقدم مثل هذه المستندات أعتقد أنه من الأسهل الاتفاق على بعض التوجيهات لإعداد التقارير وذلك لتوضيح دورية التقارير الداخلية وشكلها وما هي الوثائق التي نحتفظ بها وأيها يتم تحويلها إليك يا كارلا وتذكروا أن الشراكة جزء أساسي من المشروع واشرحوا في تقاريركم للبرنامج كيف أن الشراكة تتم بتنسيق كبير بين الشركاء وكيف تعتمد الأنشطة على مبدأ التراكم لتحقيق نتائج المشروع يجب على التقرير السردي أن يكون سهل الفهم وأن يتضمن معلومات تتفق مع التقرير المالي ويسهل بذلك على البرنامج عملية التحقق دون أي طلبات للتوضيح طلبات قد تؤدي إلى تأخير سداد الدفعة القادمة وبما أننا نتحدث عن المال دعونا نشاهد المزيد عن الإدارة المالية في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر